تحية مسائية مشاهدين الكرام وهنا بكم إلى هذا اللقاء دائما درجات حرارة مرتفعة تقريبا على كل أرجال وطنة خاصة على المرتفعات والهذاب حتى على كل من منطقة الوحاة الصحراء الوسطى وكذلك مناطق الجنوب الغربي إلى غاية أقصى الجنوب هناك تنبيه ساري المفعول على كل هذه المناطق أما خلال يوم الغد دائما موجة حار ستخص المرتفعات والهذاب خاصة على الغربية ننتظر إن شاء الله خلال الصباح هذا باب مع نسبة رطوبة عالية على وجهة السحلية الوسطى والغربية لتصبح الأجواء مغشد خاصة على وجهة الشرقية كذلك على المرتفعات والهذاب سحو بركمية رعدية أحيانا مطرة بعض الأمطار على شكل زخات ستخص الهذاب والمرتفعات أجواء رعدية كذلك خلال الأمسية ستخص أقص الجنوب وارتفعات الوغار والتاسيلي مع زو برمليا ستنشط بكثرة على أقص الجنوب الصحراء الوسطى حتى على شمال الصحراء سجمنا خلال هذه الليلة إن شاء الله درجات الحارة ترتفع على وجهة الشرقية التي تقارب 28 درجة 22 درجة العاصمة 22 درجة الوهران 22 درجة الاتيندوف نفس المقياس على جانت 22 درجة الاتامنرسات ترتفع إلى عيد 5.3 درجة الاصحراء الوسطى أما خلال ظهيرة الغد دائما موجة حار تنبيه سالي المفعول على المناطق الداخلية الغربية وكذلك سحراء الوسطى وأيضا أقص الجنوب درجة الحرارة ستصل 48 درجة لكل من تيميمون أدرار كذلك بسكر المغيير وتوغورد 45 درجة وهذا المرتفعات الداخلية الغربية 34 درجة على العاصمة ووهران أما البحر خلال يوم الغد سيبقى قليل إتراب تقريبا على طول الشرط الساحل رياح ضعيفة إلى مؤتد إلى شرق تصل 40 كم في الساعة درجة حرارة بياها البحر تقارب 24 إلى 25 درجة مئوية أمطار على كل من موريال كذلك نيويورك واشنطن مع 28 درجة أجواء عادية على ميكسيكو ودالاس مع 26 درجة على ميكسيكو كاليفورنيا أجواء مغاشة مع 26 درجة فانكوفر أجواء مشمسة مع 26 درجة كذلك غرب الشمس لنهار الغد على مصر العاصمة سيكون بحول الله في تمام ثامنة وثمان دقائق أمسية طيبة للجميع في أمان الله